نبدأ الوعاء بزيت جوز الهند نضع بديل السكر ستيفيا الكمية اختيارية حسب نوع ستيفيا مكتوب على العبوة نضعها مع نصف كوب ماء نصف كوب زيت جوز الهند والطريقة سهلة وحوضع الرابط في صندوق الوصف نضع ستيفيا ونصف كوب الماء نضع أربع بدات نضع بيكن بودر معلقة الطعام معلقة كبيرة وقهوة سريعة الزوبان معلقة صغيرة وكاكاو خام أربع معالق طعام وقليل من الفانيلا نضع كوب نصف جوز الهند نضحن مكونات كلها مع بعض هكي أصفحات جاهزة نسكبها بالوعاء نضعها في الفرن على درجة 180-15 دقيقة تقريبا حسب نوع الفرن لازم تركبوها هكي نعمل الشوكولاتة تبعية الكاكا نضع بديل السكر اختيار الكمية حسب نوع الستيفيا مكتوب على العبوة مع نصف كوب ماء نضع الكاكاو نضع زيت جوز الهند ربع كوب وقليل من الفانيلا ونحرك جيد هيك أصفحات جاهزة نطلع من الفرن بعد ربع ساعة هيك تمام هيك جاهزة ما في شيء تمام نتركها تبرد بعد ما تبرد نوضع السوس الشوكولاتة هيك أصفحات جاهزة نوضع جوز الهند هي كتير روعة أتمنى أن تجربوها وأتمنى تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس بأمان الله ترجمة نانسي قنقر